صنية الكفتة بالبطاطا والبندرة من الوصفات السهلة اللي لما نحتار بالمطبخ نحضرها بسهولة ما بدها كتير وقفة بنفس الوقت طعم رائع تعالوا نحضرها بكل سهولة بالبداية رح أحضر السوس اللي بستخدمه بطبخ هاي الصينية رح أحتاج لربع كوب من المي بضيف له معلقتين كبار من دبس الرمان هادو السوس اختياري في ناس بحبوا يضيفوا دبس الرمان في ناس ما بحبوا نكهته رح أضيف معلقة كبيرة من بودرة مرق الدجاج أو مرق اللحم بخلط هاي المكونات مع بعض وبتركها على جنب لحد ما يجي الوقت لأستخدمها هلأ رح نيجي لتحضير اللحمة عندي هون نص كيلو جرام من لحم الخروف مكس مع العجل لازم يكون فيه شوي الدهن رح أتبل اللحمة بنص معلقة صغيرة فلفل أسود ونص معلقة صغيرة ملح ورح أضيف معاها بصلة كبيرة مفرومة ناعم كتير أو مبروشة وعندي هون نص كوب من البقدونس الأخضر مفروم كمان ناعم هلأ ممكن نطلب من اللحم إنه يحضر لنا الكفتة يخلط معاها ملح وفلفل وبقدونس وبصل هلأ لازم نعجن المكونات هاي بالإيد لحد ما تصير عندي متجانسة ويختفي البصل والبقدونس مع اللحمة صارت عندي هيك اللحمة جاهزة لنفردها بالصنية حضرت صنية الفرن اللي بدي أعمل فيها الكفتة وهلأ ببدأ أوزع اللحمة بهالشكل وهون رح أفردها كتير منيح وبحرص إنها تكون كلها بنفس السمك هلأ رح أعمل بإيدي شبه تقطيع وهاي إلها ثلاث فوائد الفائد الأولى إنه تساعدني اللحمة ما تكش كتير لما بنطبخها الفائد الثانية بتخلي السوس اللي رح أضيفه على اللحم يفوت داخل اللحم يتغلغل يعطيني طعم أفضل والفائد الثالثة إنه بتسهل علي تقطيع الكفتة بعد ما أطلعها من الفرن وهلأ بنبدأ بإضافة الخضار أول الخضار رح أستخدمها هي البطاطا عندي هون أربع حبات بطاطا أقطعها لسمك متوسط بهذا الشكل وأليتها لحد ما صارت بهذا اللون بعد هيك عندي هون بصلتين كبار أقطعتهم لشرائح مدورة بنفس سمك تقريباً البطاطا وبوزعها فوق البطاطا وبحاول أفكك الشرائح زي ما شايفين بعد البصل رح أستخدم الفلفل الأخضر الحار في حال كنتوا بتحبوا النكهة الحارة عندي أرن فلفل واحد أقطعته لشرائح رفيعة وبوزعه بشكل عشوائي بهالطريقة بعد هيك عندي أربع حبات بندورة كمان أقطعتها بنفس السمك ورح أوزعهم فوق حبات البطاطا والبصل بهالطريقة كمان حتى تكون واضحة وسهل للتقطيع بالنهاية هلأ صار وقت نضيف السوس أو الدرسينج اللي حضرناه بالبداية ومنصبه داير ميدور الصينية نحاول إنه يفوت في كل مكان وبما إنه الخضار ما أخذت من التتبيل الموجودة مع اللحم فرح أرش على الوجه بس نص معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود فوق حبات البندورة والخضار اللي ضفناها فوق الكفتة هلأ أنا رح أستخدم ورقة زبدة بكرمشها بين إيدي بهالشكل وببلها مي حتى تحتفظ بالرطوبة وتخليلي بخار المي بالداخل كمان بتعمل عزل بين الخضار هلأ بنغلبها بالأصدير نسكرها كتير منيح وهيك صارت جاهزة لتفوت الفرن رح أخذ صنيتي على الفرن محمى مصفقا عرف الأوسط درجة الحرارة 200 وبتحتاج ربع ساعة لحد ما تصير ناضجة عندي تماما بعدين برفع ورق الأصدير ورق الزبدة وبحمرها أو بشويها من فوق بعد ما انتهت المدة شويتها من فوق مثل ما حكيت لكم بس لأعطيها لون خفيف ذهبي وهيك صارت جاهزة لتأتي شوفوا كيف بعد ما فصلنا القطاع بكل سهولة أنا ما في داعي أقطعها رح تطلع معي قطاع جاهزة وكل قطاع فوقها بطاطا وبصل وبندرة ما أخذ نكهات كتير طيبة والخضار كمان متشربة منك هات اللحمة تتقدم عادة مع الخبز بس أنا بدي أفرجيكم قداء الخضار مستوية وطري من الداخل زي ما شايفين بنصحكم بتجربتها وإن شاء الله تعجبكم وألب صحة